محالياً تدخلت مصالح الحماية المدنية الصبيحة اليوم الأحد من أجل إنقاذ عائلة لهم أعراض الاختناق أقول جراء استنشاقهم غاز أكسيد الكربون المتسرب من سخان الماء على مستوى حي القطب الحضري في ولاية المسيلة وحسب ما أفادت به ذات المصالح فإن العائلة تتكون من خمسة أفراد هم الأب والأم وثلاثة أبناء كانوا يعانون من حال دوار جراء استنشاقهم للغاز المتسرب هذا وقام أفراد الحماية المدنية بالتقديم الإصعافات الأولية للمصابين في عين المكان وكذا نقلهم نحو مستشفى الولايات لتلقي العلاج